شغفه بالقراءة يدفعه إلى التردد على المكتبات من وقت لآخر للإطلاع على أحدث الإصدارات لكن ارتفاع أسعار الكتب التي تأثرت من هيار قيمة الليرة مقابل الدولار لا يمكنه من شراء ما قد يستهويه من كتب مشكلة القراءة في لبنان لا أعتقد متعلقة بالأزمة أدما متعلقة بالعويد الجديدة التي هي القراءة على الشاشة وهذا الشيء يؤثر كثيرا على مبيع الكتب هذه واحدة من أعرق المكتبات في لبنان لم تسلم من تدعيات الأزمة المالية وتقلصت مبيعاتها من الكتب المحلية والمستوردة على حد سواء مبيعات نزلوا ما بين السبعين والخمسين بالمئة إذا بدنا ناخد معيار 2019 وأكيد شغلة بتأثر بالعالم لأنه كمان ما فينا نعتبر أنه القراءة مع أنه كتير مهمة بالحياة أنه هي من الأولويات بالحياة الأزمة الاقتصادية جعلت تأمين القوت اليومي على رأس اهتمامات اللبنانيين أما الكتب فلم يعد يقوى على شرائها إلا ما يسروا الحال من محبي القراءة الأزمة تتجاوز تراجع الإقبال على القراءة لتطال دورة إنتاج الكتاب من المطبع مرورا بدار النشر وصولا إلى المكتبة قطاعات هددتها الأزمة الاقتصادية وكادت أن تطيح حسب متابعين بسمعة بيروت كعاصمة للثقافة العربية المطابع اللبنانية العريقة ترزح تحت عبء الأسعار المرتفعة للمواد الأولية من حبر وورق إضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتشغيل قبل الأزمة 2019 أو قبل الكريز اللبنانية صارت في لبنان كنا عم نشغل بحدود 80% من طاقتنا هاللعنية عم نشغل بحدود 40% من طاقة المطبعة دور النشر صاحبة التاريخ الطويل أيضا في لبنان تصارع من أجل البقاء أنتوان سعد كاتب وناشر أطلق مبادرة لبيع الكتب في المكتبات بسعر الرسمي للدولار الذي لا يزال عند 1515 ليرة لبنانية ما رح نقبل أنه يصير الكتاب بسعر السوق بالدولار والناس مش قدرة تشتري معروف أنه الأزمة ما تضل سبع سنين وبالتالي ما رح نقدر الناس تصحح رواتبها بالشكل اللي بيرجع بيخليها تشتري كتاب بعد دفع القصة المدرسة بعد الاستشفاء بعد الأكل بشان هيك وصلنا لمبادرة أنه نحن بدنا نشرك الكاتب بجزء من الكلفة ويبقى ملجأ أخير وحيد لهواة القراءة في لبنان وهو باعة الكتب المتجولين الذين يبيعون كتبا بأسعار أرخص لأنها في الأغلب مستعملة جينافيش الحرة بيروت